السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من الممكن ان الواحد يزود زكاءه لو عرف ايه مكونات الزكاء؟ هل لو احنا بنبرمج حاجة بالارتفيشال انتليجنس هل من الممكن ان احنا نقدر نزود زكاء الارتفيشال انتليجنس لو احنا بدأنا نركز على مكوناته؟ طب ايه هي مكوناته؟ بس قبل كده هو ليه ساعات بتسمع واحد يقولك على واحد زمله في الشغل ده زكي جدا في شغله؟ واحد تاني اسمعه ايه؟ غبي ليه ساعات بتتوصف بالزكاء والغباء؟ وقد تكون انت نفس الشخص اللي بتتوصف بالزكاء والغباء؟ يعني مثلا اديك مثال لو احنا مثلا شوفنا ناس في الفترة الاخيرة بيعملوا شوية برامج وكود وكلام زي كده حاجات قوية جدا بتحس ان هم خارقين الزكاء يعني لو جيت مثلا جبت واحد من دول وقارنته مثلا على سبيل المثال با اينشتاين في مجاله في مجال البرمجة بتاعه ممكن تحس ان اينشتاين ده مزكي خالص يعني بس ده صحيح يعني؟ عشان كده خلونا نفهم ايه هو الزكاء وعلى فكرة الزكاء دوت المفهوم ده هتلاقي منه هو المفهوم بتاع المخ الانسان هو مفهوم بتاع اللي بيتقام بيقوم على الارتوفيش الانتليجنس هو المفهوم اللي بيقوم فيه الزكاء الخاص بالحيوانات بعض الحيوانات الزكاية جدا اللي اخيره يعني هو التعريف الشهير طبعا لاينشتاين هو الزكاء القدرة على تكيف مع التغيير التعريف العام اللي هو الزكاء طبعا هي القدرة على التعلم والفهم مع اتخاذ قرارات جيدة لكن الزكاء من وجهة نظري هو مجموعة من الخصائص الزكاء ده ما هو الا امبريلا كده بس بتضم شوية خصائص موجودة زي التغزين والفهم والاستدلال والاستكشاف والتعلم والتنبؤ وغيره يعني اقصد ايه؟ اقصد استوريج مثلا التغزين فيه ناس بيقدر يحفيز بيحفظ معناها ان هو بيقدر يحفظ جدا بيقدر يحتفظ بالمعلومات وبيقدر يسترجح في الوقت اللي هو عايزه فيه واحد تاني تليقولك ايه انا بتاع فهم بفهم بس يعني معنا ان هو بيقدر يستوعب المعنى بيفهم السياق بتاع المعلومات الى اخره الاندرستاندنج فيه واحد تاني عنده الانفيرنس عالي اللي هو بيقدر يستدل بيستخلص بيستانتج معلومات منطقية من اللي عنده ودي طبعا حاجة موجمه جدا واحد تاني بيقدر بس يدتكت يقدر يفرق ويقدر يكتشف الفروقات ويقولك لا بس هنا فيه نقطة مختلفة ما بين دي وما بين دي واحد تاني عنده الليرننج عالي واحد تالت عنده البردكشن البردكشن طبعا مقصود بيه اللي هو يعني مش ضرب وضع ولا حاجة لكن المقصود بيه ان هو بيقدر يتنبأ باحداث ممكن تكون هتحصل في المستقبل بس بقناة على بيانات متاحة مش مش حاجة يعني خارقة للطبيعة يعني والحاجات التانية ان الخصائص دي هي بقى لما تكون مجموعة مع بعضيها بتكون فكرة الزكاء اللي احنا بنتكلم عليها والافكار دي او المكونات دي بتشتغل مع بعضيها يعني مش كل واحد منفصل لا يعني مثلا على سبيل المثال ممكن انما تكون حفزك قوي ده ممكن يساعدك في انك انت بعد كده تبدأ تفهم او على القالة تستكشف الانماط ما بين الحاجات اللي انت حفزها خلاص وطبعا الفهم دوت او الانماط دي ممكن تبدأ تقول اه استدل بيها بقناة على كذا وكذا بقى معاناها ان ممكن يحصل كذا او هيحصل كذا زي ما حصل كذا قبل كده وطبعا لما بتحصل لدوت بتبدأ تتعلم ايه التنبؤ اللي انت بتقعه بتعمل وهكذا تمام فكلهم بيتعاملوا وكلهم بيوصلوا لبعض يعني من الاخر الشخص الزكي اللي بيقدر ينشط المكونات دي ولو بنسب معانا مش لازم تبقى كل حاجة عندك بيرفكت ممكن يكون عندك حاجة انت مميز فيها قوي وتدقى تحسن الباقي يعني لو انت عندك الحفز جامل جدا استثمر فيه بس حاول تنشط باقي ايه باقي المكونات عشان تديك قوة زكية جدا ويريد تركز في مجالك وكذلك اللي بيفهم وعنده شوف تفكير منطقه مش عافية يبقى استثمر الجزء دوت بس لهم تدعموا بشوية حفزة تدعموا بشوية تدريب تفكير بشكل استنتاجي كده الاخر يعني ويه بقول في مجالك لانه دايما يعني ما قديك مثال ليه بقول كده انا مسلا واحب ببرمج كويس جدا في مجال وبطلع كتير جدا ومش عارف ايه لو ويعتبر خارق في اللي تجي تفكر فيها ايه ده ده عبيع من الحاجاتش كويسة طب ماشي تعال ايه خد الشخصية دي وروح حطها مسلا قوله ببرمج مسلا ببرمج زكاء الصناعي هتليه تحسن هو غبي جدا غير مهار خالص ليه لانه محتاج لسه يفهم شوية سياقات ويتعلم شوية معلومات ويبقى عنده شوية افكار عشان يقدر بناء عليها يقدر يخش المجال وبعد كده يبدأ بواحدة بواحدة يزيد ايه معدل ايه يستغل طبعا الكدرات اللي موجودة عنده في زكاء ويقدر يزاود بها اكتر جدا جدا فيه ناس بتعتمد على الاي كيو مسلا اي كيو كوشنز يعني طيب لو انت طبعا ده جميل ومفيد ومقولش ايه حاجة بس ايه في الحقيقة كل اغلب الناس تجي تتضرب على الاسئلة بتاعت الاي كيو بتلاقي نفسها ايه ضعيفة شوية في الاول وبعد فترة بتبدأ تزيد بقى وتحس ان ايه بقت زكية بس هو في الحقيقة هو اتضرب بس عن نوعية الاسئلة دي والدليل ان انا اخدت نفس الشخص دوت اللي هو في الاي كيو عالي جدا جدا وامتوا جايب وكلا قلت له الله اعمل لي مسلا برنامج ولا اعمل لي مشا فيه ولا كتب كود ولا بتاع هتليه مش قادر يعمل اي حاجة هل معنى ان هو غبي لا مش معنى ان هو غبي هو عنده امكانيات في مخه كويسة جدا ومتضربها بس محتاج وقت شوية علشان يقدر يقدر يتعلم شوية معلومات يقدر يحفظ شوية حاجات يبدأ افهم سياقات معينة فين على ما يبدأ يبد يتعسن ويبدأ يخش في المجال ولذلك المفتاح الرئيسي بعد الماء الافكار دي كلها هو ان انت تدريب مستمر هو ده اللي بيديك الفكرة الاساسية بتاعتنا لو انت شايف ان في مكون اساسي مهم اوي 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 في الزكاء لازم نهتم بيه استانى اشوفهم منك ان شاء الله ونلاقشهم مع بعضنا فيما بعد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته